صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تقرر ما يلي واحد يستمر حظر حركة المواطنين من الساعة ثمانية مساء حتى الساعة أربعة صباحا من الأحد المقبل الموافق الرابع عشر من يونيو وحتى الثلاثاء الموافق الثلاثين من يونيو إثنان إيقاف حركة جميع وسائل النقل العام من الساعة ثمانية مساء يوميا ومد ساعة واحدة لسوبر ماركتو والمولات لإغلاق في السادسة مساء بدلا من الخامسة مساء في نفس الفترة ثلاثة تبقى الحدائق العامة والشواطئ العامة مغلقة حتى نهاية الشهر الجاري أربعة استمرار قرار الرئيس مجلس الوزراء السابق بتخفيد عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية ومنع الاختلاط والاكتظاظ بشرط أن يتخذ كل وزير قرارات إدارية بتنظيم ذلك وفق شروط العمل في وزارة خمسة السماح للأندية الرياضية ببدء استقبال الاشتراكات للأعضاء من الخامس عشر من يونيو إلى الثلاثين من يونيو ورفع كفاءة المرافق وتأهيلها خلال هذه الفترة ست دراسة فتح أماكن العبادة ابتداء من بداية شهر يوليو في المحافظات الأقل تأثرا بفيرس كورونا وذلك حسب تطورات الوضع الصحي ومدى حرص المواطنين ويجب اتباع إجراءات السلامة والحماية الصحية في حالة الافتتاح وإعادة تقييم الموقف مباشرة سبعة الأعلان في الأول من يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والرحلات إلى المحافظات السياحية الأقل لإصابة بفيرس كورونا وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ثمانية إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة في الوقت المحدد وفق الضوابط والشروط الصحية المتفق عليها والمتابعة اليومية لضمان سلامة الطلابنا في النهاية نتمنى أن يرفع الله البلاء ويدفع الوباء عن الأمة